السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا كيجي عاملين ايه? النهاردة هناخد مع بعض ماسك كيجي وان الفيرست تيرم التيرم الاول. اخدنا السيشن الفات نومبر وان. المرة دي هناخد نومبر تو. نومبر تو. تعالوا نشوف ازاي بكتب نومبر تو على في الكراسة بتاعتي. واتفقنا ان احنا عندنا الكراسة المربعات. مهمة جدا جدا ان انا اكتب جوه بيت المربع. جوه بيت الرقم. والرقم ما يطلعش بره المربع. نومبر تو في صعوبة شوية على بعض الاولاد. فانا هنعمل اكني هرسم هارت. انا لما برسم هارت برسم هارت كده. صح? طيب فانا هعمل الجزء ده كده. بقى هعمل الجزء ده كده وقوم عامل شرطة كده. ونلاحظ مع بعض ان احنا كتبنا النومبر جوه البيت. طب يا كيجي ينفع اعمل النومبر كده? لا يا ميس. ليه? عشان خرج بره البيت بتاعه. طب ينفع يميس اعمله كده? لا يا حبيب عشان خرج بره البيت بتاع. طب ينفع اعمله بقى بالشقلوب كده يميس وكده وكده? ده. طب حتى لو عملتوا بالشقلوب يميس جوه البيت بتاعه غلط وجاكله حلوة? اه هقولكو غلط. ليه? لان احنا لين اتجاهات معينة لازم نكتب بيها. فانا هعمل كده وكده. انا كده كتبته صح وكده كتبته صح. يبقى ده اسمه النومبر ده اسمه نومبر تو. طب تعالوا نشوفه هو بيعبر عن ايه? بصوا معي كده نومبر تو ادي وان تو. وان تو. يبقى انا طب انا كده عرفت وان كده عرفت ان هم طيب لما يقول لي هنا اه اديكم سؤال كاونت. دفعنا كاونت يعني عد. كاونت يعني ايه? كاونت يعني عد. كاونت يعني عد. بندي اشجرة او دايرة او اي حاجة للولاد. وهم بيعدوا الحاجات اللي فيها. يلا لتسي كاونت ها? هاو ياميس ايه? لازم اعمل علامة على الحاجة اللي انا عدتها عشان ما ارجعش اعدها تاني. لو الرقم ده عندي رقم كبير يعني لو فيه رسومات كتيرة وعملت سهلة بالنسبة لي. بس لما مسلا يكون عشرة او حاجة او تن فانا هتلغبط. فانا اسلم حل ليا ان انا لما هاجي اعمل كاونتنج هعمل ازاي? اعمل عليه علامة كده عشان اخلص عدته مرجعش عده تاني. خلص كده انا خلصت? ايوة كده خلصت. تلعو كام? تلعتوه. هكتب النمبر فين? هكتبه هنا في الخانة دي. طيب. هنا ديت كام? يبقى هكتب هنا نمبر بتاعها تحتها هنا عشان ابقى عارف ان هنا في وهنا كتبت النمبر بتاعتهم. طيب فاكرين قلنا مع بعض معنا حاجة اسمع كانت مع نمبر وان. دي اسمع فايف فريم والمرة اللي فاتت عليه اعملنا عليها نمبر وان. طيب انا هنا بقى بيقول لي خلي بالي ان النقطة دي اسمها دوت. النقطة دي اسمها دوت. والفايف فريم الفريم ده المفروض كله قد بعضه كل مربعات قد بعضها بس طبعا عشان انا برسمها فممكن اطلع بقى شوية تطلع واحدة اكبر من واحدة. هو هنا بيقول لي ماك تو دوتس. ماك تو دوتس. يلا هنعمل ازاي التو دوتس. هنعمل ازاي التو دوتس. وان تو. يبقى دي اسمها دوت. النقطة دي اسمها دوت. فان لما هاجي اعمل هعمل وان تو. وان تو. يبقى انا كده عملت التو دوتس على الفايف فريم. طيب هنا بيقول لي ميك وان دوت. هنعمل ازاي. هنعمل في بس. طيب. اكسرصايز تاني بيقول لي ماك. ماك يعني واصل. ماهن محفظ كلمة ماك يعني واصل. ماك يعني واصل. هواصل ازاي يميس اللي بيمثله. الوادس دي ولا دي. الشكل ده ولا الشكل ده. الشكل ده فانا هعمل ايه? هعمل ماك. هواصل. نمبر وان. طيب. هنا نومبر تو بيمثل كم ستار بيمثل تو ستارز. هو هنا احنا عدينا علشان ما نتلغبطش زي ما اتفقنا. فانا عملنا نومبر تو. طيب تعالوا نشوف الكتاب فيه ايه الحاجات اللي موجودة فيه. بيقوله بيقول لي تتبع علشان توصل لنومبر تو. فانا هنا اهو هو رسم جزرة. نص الجزرة مشي عليها. فهو هنا بديني طرق مختلفة علشان ولادي يعرفوا يكتبو. يعني هعيد على النقط دي. هوصل النقط بعضها عشان اقدر اوصل نومبر تو. طيب. بعد كده بيقول لي التمرين ده حلو قوي للولاد اللي بتحب الرسم. يعني ارسم. هو بيقول لي ارسم تو فش. هعمل ايه? ها? هعمل هنا تو فش. هرسم انا تو فش. هنا درو تو بالونس. هو عايزني ارسم تو بالونس. فانا هعمل هنا ادي كده وان وادي كده تو. انا كده رسمت تو بالونس. هنا بيقول لي ارسم تو من الرجلين بتاعة الكاتكوت مش موجودة. فهو لازم يرسم له بتوعهم. طيب هنا سيركل تو سيركل يعني اعمل دايرة. يا سيركل اصلا معناها دايرة. بس لما بتيجي في سؤال بالشكل ده بتبقى معناها اعمل دايرة. يبقى سيركل لو جات لي فيه السؤال يبقى معناها اعمل دايرة. سيركل تو آآ من عمل بيقول لي اعمل على تو من الدكس دي. فانا هعمل كده وكده على الدك. طيب. بيقول لي سيركل تو بيردس فانا هامل سيركل لقيت تو بيردس فهامل عليها سيركل. سيركل تو تريز فانا هامل على التريز اللي موجودة عندي. آآ طبعا مهم جدا ان احنا عرفنا النهاردة اللي دوت اسمه ودي اسمها وعرفنا ازاي بنعمله على بتاعتنا. اتمنى الفيديو النهاردة بيكون عجبكم. ما تنسونش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرز لو بتشويني الاول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.